بسم الله الرحمن الرحيم عزيزة التلميذة عزيزي التلميذ يندرج هذا اللقاء في إطار التعم المدرسي الخاص بمكون تعبير الإنشاء وبالضبط في مهارة توسيع فكرة كما يعلم الجميع ننطلق في هذه المهارة من أنشطة الاكتساب مرورا بأنشطة تطبيق ثم ننهي الإنجاز بأنشطة الإنتاج إذن سأحاول تقديم نموذج في هذا السياق لتحفيز المتعلم على الكتابة الإنشائية تفعيلا للقدرة الإنتاجية ولتذكيره بمجموعة من تقنيات الموجودة على مستوى مهارة توسيع فكرة إضافة إلى تثبيتي منهجيتي وآليات المهارة في ذهنه باعتبار هذه المهارة هي من أهم المهارات الموجودة على مستوى تعبير الإنشاء فمهارة توسيع فكرة هي موجودة بشكل أو بآخر في مهارة المقارنة والإنستنتاج وكذلك في مهارة قراءة صورة أما من حيث الربط من الأفكار فهي مهارة مضمرة في جميع الكتابات الإنشائية وتتجلى أهداف هذا الإنجاز في تفعيل القدرة الإنتاجية لدى المتعلم ووضع نموذج للاستئناس قصد كتابة مواضع إنشائية أخرى إضافة إلى تثبيت تقنيات وآليات المهارة في ذهن المتلقي نهيك عن معرفة كيف يتسدعى المعلومات والأفكار المناسبة لفكرة الانطلاق وقبل الانتقال إلى الفكرة المقترحة في هذا السياق وعرض النموذج الإنتاجي ليكون بمثابة استئناس فقط للمتعلم قصد كتابة موضع إنشائي أخر لا بأس من التذكير بأهم المكتسبات التي تم اكتسابها على مستوى أنشطة الاكتساب يجب الالتزام بمنهجية محكمة أثناء توسيع الفكرة لا يمكن طبعاً أن نوسع الفكرة دون تحديد الفكرة العامة للنص والأفكار الجزئية التي تندرج ضمنها لأن فهم الفكرة هو أساس الانطلاق لا يمكنني أن أوسع فكرة دون فهمها فهماً دقيقاً وعميقاً لهذا يجب الارتباط بفكرة الانطلاق ارتباطاً وثيقاً أثناء التوسيع لأنه للأسف مجموعة من الإنجازات تكتب بشكل متسيق ومنسجم ومندمج لكنها تنزاح بشكل أو بآخر عن موضوع الانطلاق كتابة الانشائية تقتضي كذلك الحفظ على الاتساق والانسجام والاندماج بين الفقرات لذلك لا منصة من احترام الخطوات المنهجية المعروفة المقدمة والعرض والخاتمة أثناء التوسيع لا شكو أنك ترمو إقناع المتلقي لذلك يجب اعتماد منهج حجاجي واضح أثناء عرض الأفكار لإقناع وتوجيه المتلقي اعتمادا على أساليب اللغوية واعتمادا على معلومات خارج نصية وأخيرا لا ننسى توظيف علامة الترقيم عفوا المناسبة لسياق النص لأنها علامات تحدد بشكل أو بآخر العلاقة التواصلية بين المرسل والمتلقي عزيزة التلميذة عزيزي التلميذ لا شكو أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن أحيانا على مستوى ذي المهارة هو كيفية استحضار المعلومات والأفكار المناسبة لفكرة الانطلاق فالإعلام الجميع بأن مهارة التوسيع مرتبطة بالمعلومات والأفكار والقضايا المعروضة في المقرر فلا يمكن أن تخرج عن إطار ما درس داخل الفصل سواء نعلم السواء انواع الخطاب أو القضايا المعاصرة أو مفاهيم أو القيم الإنسانية في الشر العربي لذلك اخترت في هذا السياق مفهوم الإبداع وهو من المفاهيم المقررة في مجزئة مفاهيم إلى جانب الحداثة والتواصل قال جابر عصفور فالإبداع تمرد على الضرورة بالحرية احتجاج على الظلم بحلم العدل رفض للتخلف برؤيا تقدم نبض للثابت بالإبحار في المتغير استبدال للنسب بالمطلق المتحرك بالساكن السؤال بالجواب الشك بالصديق فهذه القولة أخذت من كتاب ضد التعصب طبعا الأولى 2001 صفحة 17 حيث يحدد فيها كما سنرى في النموذج المقترح جابر عصفور مهية الإبداع ووظائفه وأذواره على مستوى الحياة البشرية بعد ذلك أعزائي التلاميذ سأقدم لكم نموذجا انتاجيا في السياق توسيع فكرة جابر عصفور حيث سننقلها من عالم الإيجاز والاختصار إلى عالم أكثر فتاحا على معاني وحقائق متعددة وبما أن مهارة توسيع فكرة تتطلب منهجية محكمة معتمدة على المقدمة والعرض والخاتمة سأعرض الآن المقدمة المحتملة في هذا السياق والتي تعتبر خطابا افتتاحيا يستشرف موضوع النص الإبداع من المفاهيم الجوهرية إلى جانب الحداثة والتواصل التي استأثرت باهتمام في المجتمع المعاصر لأنها تعتبر من المعايير الأساس التي يمكن الاعتماد عليها للتمييز بين التقدم والتخلف والإبداع مرتبط بمفهوم الحداثة الدال على الرؤية الإبداعية الخاصة للعالم وبمفهوم التواصل لأن الإبداع عملية اتصال أو تواصل بين المرسل والمتلقي فما المقصود بالإبداع إذن وما الوظائف والأدوار التي يتطلع بها الإبداع في المجتمع انطلاقا من قولة جابر عصفور وتعتبر مرحلة العرض المرحلة الوسطى المهمة التي تخول للمنجز التوسع والتحليل والتفكيك من خلال انفتاح على معلومات وأفكار خارج نصية والنموذج المقترح في هذا السياق هو الإبداع مفهوم مرتبط بالحياة الإنسانية لأنه يعبر عن رغبة الفرض أو الجماعة في إدراك الحقيقة السامية بعد تشكيل المعطاة شكيلا جديدا عكس الخلق الذي يعتبر إيجادا من عدم ويساعد الإبداع الإنسان على تجاول الكائن لمعانقة الممكن سياسيا واجتماعيا وفكريا ونفسيا والإبداع حسب جابر عصفور تمرض على الضرورة بالحرية أي وسيلة فنية وجمالية لرفض الإقراه والقمع والقسرية على جميع المستويات وتكريس وتكريس الحرية كقيمة إنسانية نبيلة تساعد على تحديث المجتمع والإبداع احتجاج على الظلم بحلم العدل لأنه منبر يعبر من خلاله المبدع بلسان المقهورين في المجتمع عن الرفض القاطع لكل أشكال الظلم نشدال للعدالة الاجتماعية والتي تحافظ على إنسانية الإنسان كما أنه يعتبر وسيلة إعلامية لرفض كل أشكال التخلف كالإيمان بالخرافة والشعوذة والسبعاد المقاربة العلمية للواقع وذلك بهدف بناء رؤية حداثية للتقدم خاصة على المستوى الفكري والإبداع ممارسة جمالية تنسجم والرؤية الفلسفية التي تؤمن بأن كل ثابت في الحياة متحول وأن كل شيء نسبي حيث لا يمكن الحديث عن المطلق حتى على مستوى الحقيقة العلمية وتعتبر العملية الإبداعية سؤالا يروم إدراك الحقيقة السامية التي تحقق المتعة والفائدة في نفس الآن حيث ينطلق المبدع من الشك الديكارتي الذي يؤكد بأن الشك لا تصدق هو الوسيلة المثالية التي تساعد على معرفة جوهر الكون والحياة والإنسان إن الإبداع إذن حسب جابي روسفور ممارسة إنسانية تساعد على نشدان الأفضل في الحياة بتجاوز إقراهات الحاضر والارتماء في أحضان المستقبل الأكثر إشراقا وتعتبر الخاتمة المحطة النهائية التي يستثمرها المنجز للتعبير عن موقفه الشخصي ووضع سؤال عام ينفتح على إشكالات أخرى متعددة والنموذج المقترح في هذا السياق هو إن تحقيق الإبداع إذن في نظري لكل ما أشار إليه الكاتب يقتضي لا محالة الالتزام بالقضايا الساخنة في المجتمع بعيدا عن الهاجس التجاري الذي أصبح مهيمنا على مجالات الحياة فإلى أي حد يسعى الإبداع خاصة الفني في العالم العربي إلى تحقيق كل أو جل ما أشار إليه جابر عصفور في قولته وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشير بأن قراءة وفهم النصوص المقررة مسألة مهمة للغاية لأنها ستساعد لا محالة بشكل أو بآخر في تفعيل مهارة توسية وشكرا على الانتباه والتلقي وإلى لقاء آخر إن شاء الله شكرا للمشاهدة